تم تجمع مواقع إلكترونية المغربية تتم تجمع مواقع إلكترونية مغربية التي يكون عددها في فوق 150 مواقع إلكترونية هذن مواقع إلكترونية تقوم بالدفع الأماكن الإشهارية في هذه الأميكات وتجعلهم متوفرة بالنسبة لجميع المستشارين أنهم يتلقون حملة إشارية على أكثر من 150 موقع إلكتروني مغربي بمجرد الكليك على 1-3 أو 4 دل الصفحات في وقت قبل هذا المأمورية كانت صعبة لأن كل مستشار يتطر أن يتصل أكثر من 50 موقع إلكتروني يجب أن يكون لديه حملة إشارية على الصعيد الوطني لكي نعطيكم 1% لكي نقرب المعنى لهذه المستشار اليوم تخيلوا إلى كل بانو دافيشاج هذه الإشارة التي يكونون في الزنقاب تخيلوا كل بانو دافيشاج عنده مولا أي مستشار مثلا ناخده مستشار الذي يكونوا في مجال الاتصال وبعض المرات يكون عنده حملة إشارية على الصعيد الوطني يحتاج أكثر من 500 موقع ويتخيلوا أنه يتصل بـ 500 فرد ويقوم معهم بـ 500 مناقشة ويتبع معهم ويتبع معهم ويستفت لهم ذلك الفيزيويل أو ذلك الصورة التي يريد أن يوضعه أموريات صعبة وصعبة جدا إذن أدلايف ترفع هذه الإشكال ويتمكن لأي مستشار أنه يقوم بحملات إشارية مباشرة بوحدة الصيفة إلكترونية ومباشرة على أكثر من 150 موقع إلكتروني في المغرب كمثال تخيلوا أنه اليوم كان مواقع إلكترونية اسميتها بوكينغ أو إكسبيديا اللي كانت تمكن للناس أنهم يحجزوا تذاكر طائرة أو تذاكر في الأوتيلات مباشرة في الوقت أنه هذه واحدة العشر سنوات كنا كانت تصلوا وكانت مشيوا بواحدة وكالة أصفار وربعة وخمسة الوكالات الأصفار للمقارنة إذن هذا التطور اللي وقع على مجال الأصفار لازم أنه يلحق مجال الإعلام الإلكتروني وهذا هو المهمة دي الأبليكاسون أدلايف الأداء على الانترنت ممكن نحن الآن نعمل أساساً مع مؤسسات كوبرا ومع وكالة إعلام كوبرا وما كان نخدمه معهم على ما يتجي لفاكتوراسون من بعد الحملة الإشارية ولكن الجميع المستشيرين اللي هم عندهم واحدة عجم أصغر طريقة التعامل هو أنهم يؤديوا مباشرة على الأبليكاسون وعاد يكون بستيطاعتهم أنهم يقوموا بواحدة الحملة الإشارية